حدثنا كثيرا في الجزء الأول عن مشوارك الفن والبدايات يعني شيء جمور وحبي يعني يقول نعم أيضا والعلاقة مع مصر والعمالق الكبار في تلك الفترة في عام سبعين وصل الرئيس الراحل حافظ الأسد إلى سدة الرئاسة نعم وقد جمعتك به علاقة طيبة نعم وذكرت حضرتك مرارا بأنه كان له رعاية مهمة للفن والفنانين في سوريا نعم ولمست ذلك عمليا عندما كنت حضرتك نقيب الفنانين في الستينيات والتسعينيات صحيح خلينا نقف عند هذه المرحلة الرئيس حافظ الأسد الله يرحمه الحقيقة اجتمعتنا في مرارا يعني ومرأة قال لي يا أبو محمد قال لي الفن لخدمة الجماهير مش بدك أنا حاضر فصدى القوانين كله بأيامي والمراسيم بأيامي والجمنة أفضل مرسوم اثنين وثلاثين عطل الفنانين مكانة رواتب وهالرواتب هي مرتفعة جدا وكانت تساوي من له مزا خدمة عشر سنوات في الهيه ويحمل كذا شهادة السيد الرئيس قال قال الموهبة تعادل الشهادة والخدمة بدينا بالنقابة تقريبا نحن من الصفر أنا جيت النقابة كان فيه عنده ميزانية اتناعش مليون صندوق تقاعد ما فيه والهذا ما فيه والضمان صحي ما فيه كله ما فيه فنحن اشتغلت أنا وأنا شغيل وإداري أنا عضو نقابي نعمل سامين سبعة واربين كانت نقاباتنا خاصة فعملنا أوربع سنين الأولى عملت ميزانية وحملت وطلعت لعندن قدنا له سيدي زملائنا وإخواننا الذين سبقونا عملوا جاهدون واشتغلوا وكانت هيميزانيتون ونحن فضل رعيتك هيميزينتنا حطيت الوراء الدول خمسة ستين مليون فقال لي عضوهري قال لي أبو محمد نحن يقل فيك معروف يعني العام تاني ميو يعني الأربع سنين تاني مية وسبعين مليون بعدين فعالنا كان ألف وخمسمية تقاعد صار عشتالة فراء ورايلة فوق ضمان صحي ما فيه نحن الوحيدين نقابي هلا اللي التي لها ضمان صحي مية في المية بدخل عنا الفنان إلى المشفى بيعمل أكبر عملية بضب أو عيبره على بيته يعني كله الحمد لله فضل الله وجهدنا ورعاية الرئيس كان فيعني كانت مرحلة بناء إلى جانب البرامج إلى جانب الهيئة اهتفالاتنا بتشرين اهتفالاتنا قطاع الجيش اهتفالاتنا بالمناسبات مهمة إلى آخرين الحمد لله يعني كانت فترة مضيئة ومعطاءة من سيد الرئيس حافظ أسد رحمه الله هل شغلك عملك النقابي عن عملك الفني والطرب؟ والله أنا بالأول قلت لن يأخذ من وقتي الكثير ولكن ما وجدت حالي إلا أني غرقت فيها المشاغل وهذا كله كان أحساب جمهوري وعطائي الجمهور فهذا أخر عطائي للجمهور 8 سنة متواصلة في النقابي والله تجي عن النقابي تلقيني أنا قاعد لسعينتين ساعة ثلاثة بالليل أولادي ما بايشوفون أول بابا حسبنا عضو نقابي يعطينا موعد شوفك المهم فبنينا يعني وعملنا بهالفترة هي المهم أنجزنا يعني الحقيقة فبس كان قلت لك على حساب الجماهير نحن كان 1500 عضو عنا على حساب الملايين حرمت الملايين على حساب 1500 عضو بس الحمد لله أنا معتزب في تخير وبيخف أنه خدمت أخي الناس هاي أكبر شيء أكبر شيء بيعملوا الإنسان هو يخدم البلد الوطن والشعب طبعا هاي هاي أولا المهمات الإلهية والدينية والرئاسية الحمد لله رب العالمين فبعدين قلصنا 8 سنين يا سيدي بعد جون مثل ما قالت الله غرؤت اه تحولت إلى عضو في مجل الشعب أيضا انتقلت من النقابة إلى النيابة ايه بالتسعينيات رحنا هنا غرؤنا كمان بقانون حماية حقوق الفنان ما كان في عنا صدر بأيامي طبعا واخد وقت طبعا وقانون تقاعد فنان كمان اخد حيز في المجلس إلى جانب أنه أنا كمواطن كلي مواقف مشرفة في مجلس النيابة من أجل الشعب والوطن يعني والناس تقدر ليها يعني مواقفي فأخونا ابو قيس الله يك تول عمره عبد قادر قدورة قال لهن الصوت الوحيد اللي بنسمع عندي في المجلس النيابة صوت صباح فقري طبعا فيها توري يعني هي الصوت وهي أعطائي يعني السياسي كما قضينا 4 سنين صاروا 12 سنة راحت من مين من حساب السي دي والتسجيلات والجماية الغناء والأسفار البعيدة اللي ذكرت حضرتك أنه ابتعدت فترة بسبب العمل السياسي والنيابي أصبحت سفير للعرب أجمعين بصوتك وأدائك المتميز نعم وكان لك محطات هامة وأسفار نعم في الوطن العربي وفي العالم نعم وأيضا حصلت على جوائز عديدة جوائز من تونس جوائز من عمان إلى آخره حدثنا عنها سيد صباح أيضا والله الجوائز والتكريم يعني في كل مكان حتى بأمير كندي خمس مفاتيح مدينة نعم وشهادات والتقدير واشو أعرفني إلى آخره غنيت في أستراليا غنيت مثل ما أنا حضرتك بمنزويلا غنيت في قاعد بيدوفين في ألمانيا غنيت في قاعد نوبل السلامسكون وغنيت في باريس في البلدة كونجري أكبر قاعة وغنيت في معهد العالم العربي وغنيت في الأمانديات في نانتير معهد موسيقى يعني برنامج كان عن موسيقى الشرقية المهم المحطات هي كلها للحياة وصلنا صوت سوريا والتراثنا الأصيل للعالم كله يعني الحمد لله أنا بعتزي وبفتخر أنه استطعت أنه أوصل بهالرسالة للعالم مثلا ودرست الغناء في الكونزرفاتور بإيطاليا حضرة حفل قلت لها زلم تجيبوه يدرس غناء عنا عالمهد وهذا شيء قلت لها قلت لها هذا هم بفروتي الحمد لله يعني حمد الله شكرا أيضا في فنزويلا كان حضرتك مرة غنيت غناء طويل أي والله عشر ساعات أنا ما كنت منتظر ولا بعرف غنس أنا أصلا شو هذا كتاب جنس ما نسامع فيه يعني عفوا ولكن بعد ما غنينا وقالوا لنا زلوك كده بجنس عرفت أنه أنا قال لأنه مدة غناء عشر ساعات متواصلة قلنا لهم يا أخي عشر ساعات متواصلة هي بسيطة نحن بحلب كنا نغني من 12 و 14 فمن أول مساء للتين من دور بسيطة بس المشكلة أنك تشد الجمهور عشر ساعات متواصلة ما يهرب منك هلأ ساعة ساعة ونصف مهربو من المطربية والمطرب خلاصنا الألبوم خلاص فأنا ميسكو ميسكو للمستمع عشر ساعات متواصلة